انطلقت برياض نسخة ثانية من المنتدى السعودي للإعلام بحضور أكثر من 1500 إعلامي من دول عربية وعالمية ومسؤولين سعوديين ودوليين لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالإعلام والاتصالة ويشارك في أعمال المنتدى وفد مصري برئاسة الكاتب الصحفي كرم جابر رئيس المجلس الأعلى للإعلام والمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام والإعلامية عزة مصطفى عضو المجلس الأعلى للإعلام والكاتب الصحفي أحمد الطهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأحمد نديم نائب رئيس شركة قنوات سي بي سي وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يتطرق المنتدى الذي يحمل عنوان الإعلام في عالم يتشكل إلى واقع ومستقبل الإعلام من خلال أكثر من مائة ورقة وورش عمل تتناول جميع المواضيع الإعلامية ويتحدث فيها خبراء ومختصون وممارسون للخروج بتوصيات تسهم في تطوير المحتوى الإعلامية وإيجاد الحلول لمشكلته ويناقش المنتدى على مدى هذه الجلسات مستجدات العمل الإعلامي في العالم بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمية كما يستعرض أبرز التجارب المحلية والدولية في الإعلام ودوره باعتباره صناعة مهمة في القضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية هذا يتطرق إلى أهمية الإعلام الرقمي والتسويق وصحافة الهاتف النقال والتلفزيون والصحافة وفنون تحرير الأخبار كما يناقش واقع الإعلام العربي ويصلط المنتدى الضوء على دور المرأة في المجال الإعلامي وسبل استفادة القصوى من الخبرات الإعلامية نسائية والدور الذي تؤديه الجهة المعنية في الدول لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها عالميا وتكليفها بأدوار قيادية في مجالة التخطيط الإعلامي والتنفيذة بما يعكس المكان والأهمية التي تمثلها المرأة في المجتمع هذا يناقش المنتدى التحديات الجديدة التي تواجهها صناعة المحتوى الإعلامي في خضم ثورة تقنية الهائلة للذكاء الاصطناعية ويوسع أفاق النقاش حول تحولات المتسارعة التي تشهدها هذه الصناعة بمفهومها الشامل واستعرض المشاركون تدعيات هذا التحول الهائل على مستقبل الإعلام بأشكاله التقليدية والحديثة وتطرق إلى نموذك الذكاء الاصطناعي الأشهر في كتابة المحتوى ومعالجة اللغة على الانترنت والأثر الذي سيشكله على مستقبل الإعلاميين والمؤلفين وكتاب المحتوى بوصفه مثالا حيا على المهددات المستقبلية لاستدامة رسالة الإعلامية والكتابة الإبداعية بشكلها طبيعي